قررت إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات لأول مرة ستخلو مركز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات بخروج هذه المجموعة من مركز الإصلاح والتأهيل ودي النطرون بعفو رئاسي ليتحقق بذلك ما وعد به رئيس الجمهورية مصر بلا غارمين ولا غارمات حيث أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن أربعين سيدة وخمسة وأربعين رب أسرة ليبلغ عدد المفرج عنهم خمسة وثمانين من الغارمين والغارمات في إطار العفو الرئاسي موسيقى دي أحلى دي يا جتلي دي أحلى دي أنا رمضان مع عيالي دي بالدنيا كلها ربنا يبركلينا رب سيدة الريس ويخلي لينا ويحفظه وما يحرمنا منه أبداً يا رب يعني أنا بوقت كده أن أنا مش أعمل أي حاجة تانية ولا أخر حاجة تانية خالص ربنا ما يرموش في ديئة يا رب الريس يا رب ويوقعوش في ديئة أبداً العمر كله ويفرحوا زي ما إحنا فرحانين كده إحنا مش عارفين إحنا فرحانين إزاي الفرحة بي إن إحنا هنحضر شهر رمضان كده في وسط عيالي ربنا يبركلينا في شبط الريس زي ما فرح قلبنا ويفرحوا وزي ما طلعنا العيالنا وحرصت وزارة الداخلية على حضور أهالي المفرج عنهم في مفاجأة أدخلت البهجة والفرحة في نفوسهم ومصري مش هتتأخر وهتوفر حياة أفضل خلص كل اللي فاتنسا ومن بكرة اللي جاي حياة ومستحيل في يوم ترفض حياة أفضل ونشكر الريس اللي أعملوني بنايش يكفر الشر الحالة الوحشة وخليه صلي كلنا يا ريس الله يبرد شكرا يا ريس أسعد يوم عندنا مهارده إن بنتنا خرجوا بالسلامة إن شاء الله وبرك الله فيكم وتحية مرحة هنا امتزجت مشاعر الفرحة بين المفرج عنهم وذويهم الفرصة متاحة أمامهم الآن ليبدأوا من جديد أنا مبسوطة يا ريس إن شاء الله يجعلك سعيد في دينتك أنا مبسوطة وبندعي لك إحنا الكل وربنا يجعلك سعيد في دينتك مكتب من أمثالك إحنا مبسوطين إن إنت طرحتنا الفرحة الكبيرة بأولادنا وإحضارنا أنا مبسوطة إن أرد أن مامتي طلعت وده كان أحسن ينفع حياتي مامتي مش كتاش بقى لأ 4 سنين بشكر سيادتي الرئيس جداً وبقول له نحناش عارف إن نقولك إيه على الفرحة اللي إنت عملتها لنا دي وأنا بشكرك وكلك وكلك عشان أنت وقفت معنا وقفة جامدة فرحانا إن أنا أحب في وسط أولادي وأرضي رمضان في وسط أولادي والحمد لله ونشكر سيادتي الرئيس على جهد اللي هو عمله معنا مش كنت أتوقع لأنا أخرج دلوقتي أصلاً لأولادي هنوعد الرئيس إن أنا مع عمري محمدي تاني والعمر هعمل كده تاني أبداً 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 نوعد الرئيس إن شاء الله اللي إحنا ما نرجعش استجني تاني ولا نمضي على وصولات تاني بأمر الله بإذن الله نوعد الرئيس إن إحنا منرجعش الحاجات دي تاني والمكان دي تاني أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للمفرج عنهم بهذه المناسبة قدمها زملاءهم من النزلاء حيث عبروا عن فرحتهم الكبيرة بالإفراج عنهم موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة الإنسانية التي أتاحت لهم استئناف حياتهم من جديد بعد أن تعثروا لظروف اقتصادية كما أشادوا بالرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل نحن ما كناش متوقعينه فالرئيس يعني الحمد لله وعد ووفا ومحشي ما تأخرش عنه نقول له يا رئيس أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي إلى حد الآن يعني أنا أنا في حلم أنا حس أني بحلم أني ما كنتش مصدى أن أنا أخرج دلوقت يقف بين المفرج عنهم بعض الغارمين الذين أفرج عنهم في فترات سابقة جاءوا للاحتفال بهم ومعهم مؤكدين على تواصل الرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لهم بعد الإفراج عنهم حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم عبر إدارة شرطة الرعاية اللاحقة التي تتواصل معهم وتقدم الدعم لهم أنا حس أن أدقيهم دوقتي فرحانين يعني كنت أعيش في مكانهم وأقد تم توزيع مساعدات مالية وعينية على المفرج عنهم وأفقى لتوجيهات رئيس الجمهورية كل شيء سايبين كما تم توزيع هدايا على أطفالهم الذين حضروا الاحتفال ودع المفرج عنهم من الغارمين والغارمات مركز الإصلاح والتأهيل في طريقهم إلى حياة جديدة مع اقتراب شهر رمضان المبارك بعد أن ادخلت الفرح على نفوسهم لتبقى مراكز الإصلاح والتأهيل خالية منهم للبرة الأولى وتترصخ بذلك القيم الإنسانية والاجتماعية التي تسعى الدولة إلى نشرها وصولا لحياة كريمة بداية نقولها للعالم مفيش زيك يا مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة